الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أهل الإخلاص والوثاء ورضي الله عز وجل عن صحابته أئمة الهدى ومصابيح الدجاء وعلى من سلك منهجهم إلى يوم الدين برحمتك الواسعة يا رب العالمين في حقبة من الزمن حكم الدولة الإسلامية رجل واسمه عثمان ابن عثان باش شوف الشائعات واش يدير في الناس باش شوف الأباطيل والكذب والزور والبهتان واش يدير في البلاد واش يدير في الحكام واش يدير في المحكومين واش يدير في الأمة حكم عثمان ابن عثان بعد مقتل عمر حكم أبو بكر وجم من بعد عمر ومات مطعونا في صلاة الفجري وقتله أبو لؤلؤ المجوسي جات الولاية الآن إلى عثمان ابن عثان هو الحاكم من تعلبلاد وهو الأمير المؤمنين والناس بيعاتوا على السمع والطاعة باش يمشي البلاد ويسوس الناس يظهروا ناس ما رضاوش بالخلافة انتع عثمان اش يديروا شيعوا شائعة في الناس في المدينة في أزقتها في شوارعها بللي هذا الراجل اللي ره يحكمكم هذا ظالم والحاكم هذا انتعكم جائر وما رهوش يحكم بالعدل والأموال انتع بيت المسلمين ره يصرفها على العائلة انتاعوا على الأهل انتاعوا وعي القراب انتاعوا ألا تتحركون تبقوا هكذا قاعدين هذا الكلام روجوه في المدينة تعرفوا شكون المخطط لهذه الدسيسة وهذا المكر هذا رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي جاء من اليمن من صنعاء من صنعاء اليمن وسكل المدينة وأظهر الإسلام برك يهودي وكانوا الطيش انتاع الشباب سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان سدقوا هذه المقولة وانتشر الخبر وراح الخبر حتى الوين حتى إلى البصرة والكوفة وإلى مصر ولما انتشر الخبر والله يا خاوتي غير جات ناس من الكوفة ومن البصرة ومن مصر واجتمعوا في المدينة واتثقوا على قتل عثمان على أساس واش على أساس انه حاكم جائر ظالم وكان لهم ذلك ونجح هذا اليهودي السبأ هذا عبدالله بن سبأ نجح في هذا المخطط انتاع نجاحا كبيرا فاجتمع القوم وجاءوا إلى بيت عثمان وكان الرجل رضي الله عنه في بيته جالسا آمنا مطمئنا يقرأ القرآن فدخلوا عليه غيلة دخلوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه شر قتله حتى ساح الدم من تاعه على المصحف وهو يقرأ صورة البقرة بالله عليكم الشي اللي خل هؤلاء يصلون إلى عثمان وإلى إراقة دم عثمان الأراجيث المرجفون في المدينة الشائعات الكاذبة البهتان والزور والخوارج هذا عشاق الفتنة أنا نقولها لك الخوارج عشاق الفتنة وعشاق الدماء مجرمون دمويون متعطشون للسلطة لا يهدأ لهم البال حتى يستولوا على الكراسي بأي طريقة بطريقة الدم إراقة الدماء أكتشوف وشكون تعرف هذا شكون هذا عثمان ابن عفان من الصحابة الأوائل المهاجرين اللولين خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام ثالث الخلفاء وقال فيه النبي الراشدين المهديين راشد ومهدي هذا كامل مش فعلوش عند ربي عند هؤلاء بطبيعة الحال هذا كامل مش فعلوش عند هؤلاء أصيبوا بالعمى نعوذوا بالله تعموا من أجل الوصول إلى الكرسي والاستولاء على الأموال تعموا العياذ بالله تعمات البصيرة فقتلوا عثمان رضي الله عنه وهذا الخوارج سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار وعثمان خصمهم يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه وهو واحد من العشر المبشرين بالجنة وهذا الرجل هذا كان رجلاً طيباً مباركاً وكان فيه وحد الخلق يعني تميز به عن الناس وهو الحياء قال النبي قال النبي وأحياءهم عثمان وهو الذي جهز جيس العسرة الذي خرج إلى تابوك من ماله الخاص رضي الله عنه وأرضاه احذروا يا عباد الله من الشائعات الباطلة واحذروا يا عباد الله من دين الخوارج الذين يروجون لباطلهم ويروجون الفتن في الأمة ويروجون لإراقة الدماء ويروجون للإذطرابات والقلاق والبلاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في بيوتنا وفي أوطاننا وأن يصلح لنا أئمتنا وولات أمورنا وأن ينشر الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا وأن يحفظ وأن يحفظ علينا هذه النعمة التي نحسد عليها اليوم ما هي هي نعمة الأمن والاستقرار والخوارج ومن يعملون لصالحه لا يهدأ لهم بال ما دامت الجزائر آمنة والجزائر مطمئنة نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار وأن يؤمننا في بيوتنا وأن يؤمننا في وطاننا يا رب العالمين وفي سائر أوطاني وفي سائر أوطاني المسلمين شائعة صغيرة النبتة نبتت ولت كبيرة حتى وصلوا إلى قتل أمير المؤمنين عثمان بن عثان دماؤهم ملطخة بدماء أو أيديهم ملطخة بدماء رجل زكي يخاصمهم يوم القيامة فأول ما يسأل العباد فيما بينهم يسألون عن الدماء نسأل الله أن يطهر أيدينا وأن يحفظها من إراقة دماء الأبرياء دماء المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين